بس احنا قلوبنا مشغولة بحياتك في الدرجة الأولى عايزينك تسمع وتصلي وصلاتك تصبح مقبولة وتسلم للرب طريقة وتلاقي مشاكلك محلولة في رسالة كيانك من القلب رسالة من القلب لكن منيجي بعدين لانجيل متى صح 2 ومنشوف بانه الرب يسوع المسيح بهذا الوقت كان فيه بيت لما الكتاب المقدس بيقول عن انه يعني اجي اشخاص لحتى يسجد للرب يسوع المسيح وإذا ترجع معي لانجيل متى صح 2 سأقرأ بعض الأعداد منه ونشوف ان انجيل متى بيحكي عن تتمة النبوات لكن نشوف فيها بعض التحويلات يقول الكتاب المقدس ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أوروشاليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنجد له فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أوروشاليم معه فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم أين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم أرض يهودة لست الصغرى بين رؤساء يهودة لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل حين أذن دع هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وفحصوا بالتدقيق عن الصبي ومتى وجدتموه فأخبروني لكي أنا آتي أيضا وأجد له لديق الوقت خلينا نشوف بأنه بعدد 11 بقول أتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومران ثم أذ أوحي إليهم في حلم قائلا في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم واخذ الصبي وأمه وهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوا تبني حين هذا لما رأى هيرودس أن المجوس سخر به غضب جدا فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس حين أذن تم ما قيل بإرمي النبي القائل صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا قم واخذ الصبي وامه واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي فقام واخذ الصبي وامه وجاء إلى أرض إسرائيل ولكن لما سمع أن أرخلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك واذ أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بن أنبياء أنه سيدعى ناصريا أن الناصرة رجعنا للناصرة أمين خلينا نقول في الصباح حبائي بأن إنجيل متى مثل ما لاحظنا دايما بيحكي بهالعبارة هاي اللي هي مفتاح فهم إنجيل متى بأن يسوع هو متمم النبوات يسوع هو متمم النبوات ما بعفز الله حسب القراءة في كل مرة بيقول لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل أمين وهذا بفرجينا بأن الله عنده خطة الله عنده خطة منذ الأزل والرب أعطى نبوات في العهد الأديم وبتأسف للأشخاص اللي بيقولوا أن العهد الأديم هو مش لنا لحنا كمسيحيين لا حبائي العهد الأديم يعني بفهمنا كتير بأن العهد الجديد هو يكشف لنا كل نبوات في العهد الأديم وكيف تمت والعهد الجديد أيضا مخبأ في العهد القديم في هذه النبوات التي تكلم عنها الرب يسوع المسيح فإله العهد القديم وإله العهد الجديد هو إله واحد ونحن نؤمن بكل الكتاب المقدس بأن موح به من الله ونافع لنا لكي يعلمنا مقاصد الله في كل الأمور وهكذا نرى أحبائي بأنه مع أن الله خطط لكل هذه الأشياء لكن مثل ما منشوف بحياتنا بأنه في كل قصة في أشخاص بيبقوا أشرار يعني فيهم منتهى الخبث اللي دايما بيحاولوا أنهم مثل ما بيقولوا يفسدوا خطة الله واليوم حتى بالألفين وعشرين في أشخاص بنفس الطريقة في قصة الميلاد الأول منشوف مين هو هذا الخبيث الشرير اللي بيمثل الشيطان واللي بيعطي فعلا يعني كذا مرة لحتى يفرجينه بأنه مثل كأنه هناك في تحويلات بطريق الرب لكن طبعا الله لا يتفاجأ بأي شيء الشخص هو هيرودوس الملك هيرودوس كان شرير لدرجة عظيمة جدا يعني يقال في التاريخ بأنه أتل زوجته وأولادها يعني تصور لوين أغسطس قيصر إمبراطور روما قال هالكلمة هيدا ومسجلة تاريخيا أنه أفضل أنك تكون خنزير في مزرعة هيرودوس من أنك تكون أحد أولاده يعني إذا غسطس قيصر قال عنه هايك مش كتير إذا أنا أقول عنه أنه اليوم هالإنسان هيدا خبيث وشرير كتير وهيدا يمثل فعلا الشيطان الذي يحاول أن يفسد خطة الله لكن في هذا المكان نرى بأن الله بالرغم من التحويلات هو يعمل كل شيء حسنا فهو يتمم النبوات التي قال عنها وهو أيضا يحفظنا من الشر ويعلن لنا إعلانات لكي يقودنا في برية هذا العالم بأمان وسلام فدعونا نلاحظ مع بعضنا بعض الأشياء في هذه القصة في المكان الأول نريد نرى أحبائي بأن الله في هذا المكان أعطى أن يكون هناك تحويلات بإعلانات من الله بإعلانات من الله طبعا منشوف في المكان الأول بأن الظروف حولت يوسف ومريم أن ينزلوا على بيت لحم بسبب الأمر الذي طلع من أغسطس قيصر لكن في هالمكان هون في متع صاح 2 لما منقرأ عن هالمكان هيدا منشوف فعلا بأنه الله هو اللي قال له ليوسف أنه ما يبقى في بيت لحم ليش؟ لأنه بأنه هيرودوس يطلب نفس الصبي لما يجوا المجوس هيدول على أورشاليم يسألوا أين هو المولود ملك اليهود يقول كتاب المقدس بأنه اضطرب هيرودوس وكل أورشاليم معهم يعني معقولة ملك عظيم بهالطريقة هاي يضطرب من ميلاد طفل أوين مش في أورشاليم مش في أحد القصور لكن في بيت لحم وفي مذود لكن هل الأشخاص المجوس أو الأشخاص الحكماء اللي جاءوا كانوا يعرفوا تماما من أمور كتير من دراساتهم وتفتيشهم عن الحقائق حتى أنهم جاءوا يسألوا أين هو المولود ملك اليهود ونعمة الرب الأسبوع الجاي رح أحكي عن هذا المولود الملك في مهده في موته وفي ملكه لكن اليوم بدي أذكركم أحبا بأنه حتى في ميلاده دعوية ملك وحتى على الصليب كتب على صليبه هذا هو يسوع ملك اليهود وأيضا في مجيئه كتب الله على فخذه ملك الملوك ورب الأرباب خلينيقول في الصباح حبائي بأنه بالرغم من خبث هيرودوس الله بإعلان وبكلام أعطاه ليوسف حفظ يسوع مع يوسف ومريم كان يعلم تماما الرب بأنه هيرودوس بدي يقتل الصبي خلينيقول أحبائي من البداية الشيطان بدي يقتل يسوع قبل ما يروح على الصليب يعني بتتذكر يوسف لما عارف بأنه مريم كانت حبلة من الروح القدس بقول كتاب المقدس أراد تخليتها سرا يعني أراد أن يطلقها بالسر لا لأنه إذا بنعرف الموضوع يهوديا هذه المرأة ينبغي أن ترجم ترجم يعني بتكون تحكم عليها بالموت لكن الله حافظ يسوع بسبب هذا الرجل البار يوسف الذي أحب الله ومع أنه كان في خوف بقلبه لكن الرب أكد له بإعلان آخر لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك ويوسف تعلم أنه يسمع صوت الرب وخليني يقول لنا يا حبائي اليوم لنسمع صوت الرب نحن بحاجة لنقرأ الكتاب المقدس نحن بحاجة لنسمع كلمة الله ولما الرب يكلمك بكلمة المفروض أنه نحن أنا وأنت نكون عندنا فعلا روح الاستماع وروح الطاعة وروح أن نعمل كما يريدنا الرب ففي كل مرة كان يعلن الرب بالإعلان ليوسف يقول كتاب المقدس فقام وذهب كل رجال الله القديسين في كل مرة كان الرب يعلن لهم إعلان يعطيهم كلمة كان على طول فطاعة فليبوس قال له السامرة ملياني ناس وفليبوس بمثل ما بقوله نهضة عظيمة جدا لكن الرب قال له اتهن لما فأرسلك البرية وهناك انطلق وشاف الخصي الحبشة وسمه عم بيقرأ بالإنجيل أو بالحري بالإنجيل بالعهد الأديم بيقول يعني كشات تساق إلى الذبح وكنعجة صمدة لم يفتح فاه وبعدين تقدم فليبوس وقال له ألعلك تفهم ما أنت قارئ قال له كيف إن لم يفهمني أحد وطلع معه ومن هداك المكان الكتاب المقدس يقول بشره بيسوع لكن فليبوس لما أعطاه الله الإعلان آم وركض أطاع في كل مرة أنت بتسمع كلمة الرب خليني أقول أحباك لما الأسيس بيكون على المنبر وعن بيحكي يعني يمكن أنت ما يعجبك الأسيس يمكن ما يعجبك صوته ما يعجبك كلامه لكن خليني أقول لما بيحكي كلمة من الكتاب المقدس لما بيعطي أي من الكتاب المقدس هذا مش كلامه هو هذا كلام الرب ولما كلمة الرب بتدخل إلى قلبك المفروض أن يكون في عندك روح الاستماع روح الطاعة خلينا أذكرك بالكلمات اللي قالها الرب عن فم صموئيل ليشاول الملك هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش أحبائي الله يسر في أن نحن نخضع أنفسنا له ونطيع إعلانه أو كلمته لحياتنا اديش مننا في كتير من الأحيان نسمع صوت الرب مرة واثنين واثلاثة لكن ما منطيع ومنشوف أوقات بأنه يعني يمكن هيدا مش لألة أو يمكن هيدا لغيرة لكن خلينا أحبائي الكتاب المقدس يقول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم كما في الإسخاط أحبائي الشيطان دايما بيحاول أنه يعرقنا الشيطان دايما بيحاول أنه يعملنا تحويلات لكن تحويلات الله دايما هي لخيرنا ولأماننا ولسلامنا وفي هالمكان هون منشوف بأنه الرب مش بس عم بيعمل هالشيء هيدا لكن عم بتمم النبوات كمان النبوة اللي قالها يعني موسى لفرعون يوم من الأيام لما نزل على مصر الرب يقول له لموسى قال له تقول لفرعون إسرائيل ابن البكر وبيقول فيوشة أصح 11 وعدد واحد لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابنيه واحد بيقول الرب ولد في بيت لحم وكيف هذا أنه الرب دي يعني يجيبه أو يدعوه من مصر لكن أحباء اللي عند الرب مش عند أي إنسان وحتى محاولات إبليس الرب أوقات بيستخدمها ليتمم النبوات ويرين بأنه هو المسيطر والمهيمن على كل الأشياء وهو فوق كل شيء قال لي نقول لحبائي في الصباح بأنه يمكن يكون في تحويلات بحياتنا يمكن أنت خططت شيء بدهاية الـ 2019 لكن اليوم أنت صارت تحويل كبير بحياتك يمكن أن تخسرت شغلك يمكن أنت صار عندك شيء يعني اللي يغير حياتك بالـ 2020 خلنا يقول لك تحويلات الله لحياتك لتتميم مقاصد فيه فهو يقول لك في هذا اليوم أن الأفكار التي لي من جهتك هي أفكار سلام لشر لكي أعطيكم آخرة ورجاء الله يريد مستقبل باهر لك الله يريد أن يقودك إلى بر الأمان ويعطيك السلام والله يريد أن يتمم كل مقاصد في حياتك في كل مرة نقرأ هذه الكلمات لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل أحبائي لما نزل يوسف ومريم على مصر أوقات بتقول يعني يوسف ومريم بأرض إسرائيل أو هناك بين اليهود وفيه من يهتم فيهم ورجعوا على بلدهم على بيت لحم لأنه هذه بلدهم هناك يعني على قليلة فيه من بيهتم فيهم لشو الرب لحتى يرجع ما تقول يعملون تحويل كثير وينزلوا على مصر ومين في هناك لحتى يهتم فيهم بمصر دعنا نتذكر أحبائي بأنه قبل ما يتركه من مصر قبل ما يتركه إلى مصر عفوا من بيت لحم اجوا المجوس وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا طبعا الهدايا مثل ما ذكرنا قبل في بعض الرسائل السابقة بأنه الذهب يرمز إلى ألوهية الرب يسوع المسيح واللبان يرمز إلى يعني كهنوت الرب يسوع المسيح ككاهن والمر يرمز إلى الألام التي سيتألم بها يسوع من أجلنا جميعا نعم أحبائي لأنه هو حمل بنفسه خطيانا على الخشبة له كل المجد نلاحظ أحبائي بأنه أخذوا هذه الهدايا ومن الذهب اللي كان عندهم كان عندهم ما يكفي لكي يهتم بهم الرب ويسدد كل احتياجهم خلال الفترة اللي نسبه فيها على مصر ولا يرجع هناك وهذا شيء جميل كتير أننا نحن نتأمل فيه بأنه هو وقت كتير لما الرب بيعمل تحويله بحياتنا خلنا نتذكر بأن الرب يهتم بنا الرب لا يتركنا أبدا وعد الرب يقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى الغضاء الدهر وعد الرب يقول يعني إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما وعد الرب يقول بأنه لا أتركك ولا أهملك حتى أننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بإنسان دعنا نتذكر أحباء بأنه لما نزلنا على مصر لكي يحفظ يوسف ومريم ويسوع وحفظه سواء كان من لعنة النموس ورجم مريم وحفظه من خبث وشر عفوا من خبث وشر هيرودوس في إنزاله إلى مصر وتمم النبوات في رجوعه أيضا من مصر وأيضا تمم النبوات إذ عندما رجع عرف يوسف بأنه بعد أن مات هيرودوس جاء مكانه أرخي اللاوس وكان مثل ما بقوله استخبثوا أرخي شر منه فأعلن الرب إعلان آخر ليوسف وقال له أن يذهب إلى الجليل ورجع إلى الناصر لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل أنه سيدعى ناصريا أحبائي خليني أقول كل تحويلات الدنيا لا يمكن أبدا أن تثني إلهنا العظيم عن هيمنة وسيطرة وتتميم مقاصده في حياتنا وخليني أقول مقصد الله العظيم من الميلاد قال يسوع لهذا قد جئت إلى العالم لكي أنقذ أعمال إبليس نعم أحباه إنه جاء لكي يفدينا من الخطيئة إنه جاء لكي يموت من أجلنا نعم إنه جاء ليموت لكنه تجنب الموت في كل مرة ذلك الموت الذي لم يكن مقصودا من الله سواء كان في رجم عن طريق النموس أو عن خبت هيرودوس الذي قد أراد أن يقتل هذا الصبي فأمر بقتل كل الصبيان في بيت لحم من سنتين فما دون كيف كان الشرير هذا حتى أنه أتل الأولاد كل الأولاد بالمدينة من سن السنتين فما دون دون شو الشر العظيم هذا وحتى هذا قول الكتاب عنه الكتاب المقدس بأن هذا كان لكي يتم ما قيل من إرمي النبي القائل الله شاف الخراب والدمار للإنسان الشرير الخبيث بعمله وحذر منه وقال صوت نوح وبكاء وعويل كثير رحيل تبكي على أولادها لأنهم ليسوا بموجودين لكن الله حافظ يسوع نعم حبائه حتى في ساعة الأخيرة قبل أن يذهب يسوع إلى الصديم أراد الشيطان أن يقتله قبل الصلب فببستانج الثيماني تكلم الرب يسوع المسيح وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت وكان عرقه يتصبب كقطرات دم لكن الله حفظه لماذا حفظه؟ لأنه جاء لكي يموت من أجلي ومن أجلك هذا مقصد الله من الميلاد لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يمكن تحويلة الألفين وعشرين كانت لحتى أنت تسمع صوت الرب ولحتى أنت تقول له يا رب افتح لك قلبي ليولد يسوع في بيت لحمه لما تسمع صوت الرب أرجوك أن تطيع صوت الرب يقول لك أنا أحبك صوت الرب يقول لك مقصدي في حياتك أن أخلصك أن آتي بيك لكي أكون معك في شركة في هذه الحياة وأيضا إلى الأبد فهل لا تأتي إلى يسوع هل ترى هذه التحويلة هي لخيرك هي لسلامك لحفظك لأنه تحفظك من الخطر المحدق بك نعم أحبائي أن ميلاد يسوع فيه تحويلات كثيرة لكن كلها مرتبة الترتيب العظيم من الله لأنه إله يحكم ويسيطر في كل شيء خليني أقول أحبائي الإنسان بينوي لكن الله هو الذي يقرر أرجوك أن تسمع صوت الرب وتذكر بأن الله يحبك وقد أرسل ابنه الوحيد إلى هذا العالم من أجل فدائك وخلاصك من أجل فدائنا وخلاصنا كبشر حتى أن أتينا إلى يسوع ننال به غفران لعقاب خطائنا سلام مع المسيح سلام مع الله بالإيمان بربنا يسوع المسيح ونعمة تكفي لهذه الحياة ولأبدية كاملة معه إلى الأبد اليوم وفي هذا الشهر المبارك أرجوك أنك تأخذ الفرصة بأنك تقرأ الكتاب المقدس ولما بتقرأ الكتاب تذكر بأن في كتاب الله الثمين إعلان الله لك فهو يعلن لك عن مقاصده عن محبته عن خطته فأرجوك أن تسمع كيوسف وكمريم التي قالت ليكن لي كقولك خلينا نكون بطاعة لكلمة الرب لأن في الطاعة دائما سلام وأمان ونجاح ما تسمع لصوت إبليس ولا تسمع لصوتك أنت في داخلك لأنه وقات كتير ممكن كان يوسف يقول له يا رب مصر مصر عيدة خلالنا نروح مثلا ننزل على الأردن ننزل على بيترا هناك يعني فينا مش بعيد كتير ننبر من هناك ونطلع على الجليل وبدون ما نمر على أورشاليم لكن لم يتساءل أبدا أي شيء لكنه أطاع الرب كما أمر وأرجوك في هذا الصباح الرب عن بيقول لك أنا بحبك الرب عن بيقول لك تعال تعرف به واسلم بذاك يأتيك خير فإن كنت تريد أن تعرف المزيد ترجعك قدامك على الشاشة في تليفون ممكن أنك تتصل به الرقم هذا أو أنك تتحاول أنك تتصل فينا عن طريق الويبسايت أو عن طريق الفيسبوك contact us بس ترك لنا أما رقم تليفونك أو الإيميل تبعك ممكن أن نتواصل معك نبعث لك كتاب مقدس نبعث لك بعض الكتب المسيحية اللي ممكن أن تساعدك في الوصول إلى طريق الخلاص أو تساعدك في النمو في الإيمان وفي دراسة كلمة الرب الله يباركك ويعطيك أن تتذكر بأن 2020 ممكن تكون تحويلة لكنها تحويلة بحسب مقاصد الله والله دائما يقصد خير أن أفكاري من جهتكم هي أفكار سلام لا شر لكن كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم لأن محبتك يا رب عجيبة في يسوع المسيح لك كل المجد دعونا نصلي غنى صوت في الأعالي يا ترى ماذا الخبار ولما الأملاك تشتو بترانيم الظفار كلهم في المجد غنى بأناشد السرور قد بدأ أمر عجيب رحمة الله الغفور أيها الرعاة هبوا وانظروا الرب المجيد إنه قد صار طفلا باتضاع كالعبيد مجدوه هللويا مجدوه في العلا مجدوه هللويا إنه فادي الملام فعلى الأرض سلام وسرور للبشر إذ أتى الفد المنجي والمسيح المنتظر فليرن الصوت دوما مع قياثير الذهاب هللويا قد فدنا ولنا البراوه ولد الفدي وضيعا وهو الرب المسيح فالسماء والأرض تبدي لاسمه السام المديه فاقبلوا من قد تسامى من إلهنا الكريم بنبيا أو مليكا ثم كهنا عظيم فتعالوا هللويا للإله فاقبلوا من قد تسامى